أهلاً أعزائي المشاهدين خليني أقتبس الآية لذكرها الرب يسوع المسيح في إنجيل متى الإصحاح السابع لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنزير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم هذه الآية اللي ذكرها الرب يسوع المسيح هي في سياق الحديث اللي اسمعناه في الحلقة اللي مضت لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينون التي بها تدانون أيضاً ثم يتكلم عن الخشبة والقذى أن تخرج الخشبة أولاً من عينك ثم تستطيع أن تخرج القذى من عين أخيك على طول بيتكلم لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرح الدرر قدام الخنزير الدرر على فكرة هي الإشياء القيمة هي الجواهر والقال الثمينة القدس هو بيتكلم عن اللحم لكن مش أي لحم هو لحم الذبائح الذي كان يأكله أو يجوز فقط للكهنة يعني بكلمات أخرى القدس هو اللحم اللي تصل عليه واللي يتقدس واللي بيكون في مكان مقدس إما في خيمة الاجتماع أو في الهيكل وهذا من حق الكهنة فالمسيح بيتكلم لمعظم المستمعين في أيامه هم اليهود اللي بيدركوا خلفية هذا الموضوع فلا تعطوا القدسة للكلاب ما تعطيش اللحم المقدس لحم الذبائح اللي بيقدموه للكهنة أو بس الكهنة بيأكلوه لألا طبعاً الكلاب بيتكلم عن الكلاب المتوحشة الكلاب الضالة تلتفت فتمزقكم يعني بتميزش بتميزش شو بتعطيها إذا لحم مقدس ولا فضلات من اللي بيتقاتلوا عليها في الشوارع وبنفس الوقت لا تطرح درركم قدام الخنزير الخنزير هي الحيوانات النجسة أيضاً والكلاب هي الكلاب الضالة المتوحشة ثم أحباء الخنزير مكتوب عنها هي التي لا تفهم ولا تقدر قيمة اللقالق ولا حتى ممكن توكلها تعطي هاي الجواهر واللقالق كل ما بتعرفوا الخنزيري أنه بتدوس هذه اللقالق بأرجلها ما بتفهم قيمة اللقلقة ولا تقدر أن تأكلها ولا تقدر أن تستفيد منها وبالتالي طبعاً ستدوسها برجليها ونفس الشيء الكلاب لا تميز بين قيمة اللحم المقدس أو بين قيمة أي لحم آخر اللي هو تبقى بقايا فتاة في الشوارع تعرف يا حبائي يعني بعتقد هون يعني يمكن اجتهاد لكن مؤخراً عند البحر الميت في منطقة قمران اللي هي جماعة السينيين اللي هي جماعة الواحد وين اكتشفوا مخطوطات قمران اكتشفوا أشياء اللي بيتكلموا عنها وكانوا بيعملوها من جملة الإشياء اللي كانوا بيعملوها بيتناولوا وجبة مع بعض عند المساء ولما بيخلصوا اللحم مثلاً كل ما تبقى من العظم أو بقايا اللحم الفتافيت بيحفروا حفرة وبيدفنوا هذه البقايا لأنها مقدسة لأنه تصل عليها صلوا عليها لأن المنطقة تشتهر بالكلاب المتوحشة وتشتهر أيضاً في الضباع لا أعرف إذا كان المسيح قصده هذا لكن القصد أحبائي ما تعطيش أي أشياء فيها قيمة عظيمة قيمة ثمينة لشخص لا يستحقها اشتركوا في القناة